موسيقى السلام عليكم الضحرج الميسى يا معلم يا بضايا يلا اندهي العيال خليهوا ينزلوا البضايا دي عشان تتمنها قلت يا قد؟ انده مين؟ العيال؟ انتو اللي هتنزلوا البضايا بأيديكم واللي على ايدك نكشل حينك طوى هو ليه يعني؟ وفي نزام جديد ولا ايه؟ ايو يا روح بابا في نزام جديد هتركنوا انتو اللي اتنين على جنب وتنزلوا البضايا على جنب وتركنوا العربية على جنب انا بقى اعف على جنب الوحدي وهشوف انا هفرز مين فيكم ما تزمت في كلامك يا بضايا عالصبح بقى يا الله؟ خلاص يا زين خلاص هو عبضايا كده لسانه زفر على طول بط يلا يا عادم تا وهو هتصوره بعد ولا ايه؟ استبقوا يا صب هشخوا 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 مين دول؟ والرجالة رشوان بيه؟ الرجل عنده مسابق كبيرة او في البلد وبتعامل مع المعلمة من زماني صباح الخير يا ستة كلب خطوة عزيزة يا أستاذ حنافي يازي بقى طالب معيني زعلان منك واخد على خطري او تمنعي بضعتك عنينا ليه؟ عيب او العيب هو اللي بي بتاعك ابتدى بيه بلوش نزوم الكلام كتر الكلام ايه اللي المعرفة؟ طلباتك؟ بتفتحي مخزنك بتدينا بضعتك من تاني الحلوة حد يكره يبيع بس قبل ما تحمل ادفع اللي عليك الاول اسمعي الكلام يا عالي يا معلمة وانا واعدك ان الرشوان بيه حيهدى ويلين ويرضع عنك ويرديكك انا مش طالبة غردة ربنا مش ردة بنقادمين وان كنت هزس طولك وجايب كل الطم ده معك عشان تقول البقين دول سمعت منهم كتير بضعت ازهق انا عندك الماتي تدفع تحمل صعبة اوة يا معلمة اجل حد هنا وارجع بالعربيات فاضية قصدك ايه؟ قصدي يعني لو رجالتك تعبانين ومش قادرين نحملو رجالت انا بقى تخش المخزن وتحمل وساعتها الحساب يجمع يعني هتحمل العربيات بتاعتك بالشقاوة غصبانية يعني غصبانية مش غصبانية انا قول طالما جيت العربيات لازم ترجع مليانا يا حلوة طيب ما تقول كده يا رجل من اول ما جيت ده نعناية اللي اتنين ليك مانا حلوة ابا ضايا شكلي الدايق مش هو انا عايش يا برنسيسا اشتازح انا فيه صلي على النبي كده ونتفهم بالهداوة تثبت مكانك وارجع ولو اي حد من رجالتك قرب هخلص عليه مطوتك مش قلتلك ما تشميش دماغك ولاش تقولي كلام انت مش قده يا حلوة يلا رجالة خشوا المخزن عايزكم اتفضوه مش عايز اشايا على البركة تثبت مكانك وارمو اللي في ايديكو اللي طاير رغبته عنك يا حبيبي لا حاجة تطلع غلط كده ولا كده اتعاور بيها نفسا يلا قبل ما خلي جسمه بحتة وواصه بحتة سيبوا لي في ديكو سيبوها قولنا السلطان اللي انت لامينهم حواليك دول يركبوا العربيات ويقوروا في ستين دقائق ولو حد منهم هوب هنا تاني هيبقى اخر يوم في عمره بيت يلا قول ما تكسيفش ماشي ماشي يا اخويا يلا رجالة خدوا العربيات وامشوا يلا واشي تعمل يا يلا يا اخويا منك لي عشان هنرش معايا يلا وانت يا حلوة يا بوش سامح انت ادكل معاهم عشان انا اخول ايدي غور زين معاهم انت ورجالتنا وتأكد ان الكاتاكيت سابوا المنطقة خالص وارجع بلاجني يا سلام عيني يلا يا اخويا منك يلا يا اخويا منك اسأل امك ويطرد عليك انت كده فتحت على نفسك باب جهنم انا لو منكو اخافوا ترعب احنا ما منكبش غير من اللي خلانا يا حبيبي يا معلمة انت وشوك بقى تحبي اعملي كيف اللي فاندي ده اعيزة الصحة يا معلمة احنا نقطع رقبته ونبعدها الرشوان بايه عشان يعرف ان البريتسيسا ورع رجالة النبي لا تقفل مداليا اللي في ايدك دي حسن تعورك وانا بخاف عليك تخر دم رأيك ايه يا حبيبي والله يا معلمة انا رأيي ان يسيبه وحصر رجالته ويبلغ اللي مشغلينه ان لو حد فيهم هوب هنا تاني هنرجعه لهم رابعة ده نفسي رأيي برضه يا معلمة القول قولك يا حبيبي اسمح هقولك ايه تروح لرشوان بايه تقوله حقي يبقى عندي لو ما جليش هروح بنفسي اخد حقي ومش هاخد على قفاة زيك وما تنساش تقوله اهم حاجة ان انا حلو اه ماشي هبلغه يا حلو يلا زوق يلا زوق يا خفيف بركب يلا عمي يلا خلعوا يا عيلي وهم بلينهم دومهم من خوف بس وقفت كما عيل كده انا درجاي على الاول منطقة يمكن يشاور عقلهم ويرجعوا تاني عفارم عليك يا زين بقولك ايه انت تعمل ايه بالمسدس ده المسدس ده المسدس ده انشيله عم حاربي يمكن ينفع في وقت عوزة ربنا ما يحوجنا ليه يا عم بقولك ايه ادي الوقت بركة ويشيله هوب معرفته احنا مش عقلين زيه ماشي يا صاحب مش كنت سبتين يا برنسيسة غب عليهم واحد واحد خلص شغلك الاول وبعدين غب براحتك ماشي يلا نجرق اشلحف انت هو عايزين نشوف البضاعة دي مسروقة من انز اكنو البضاعة بتاعت زينو حاربي انا اللي احفزها بنفسي بأيديا خليك انت في البضاعة بتاعت الصبيان الصغيرين اللي على مااسك كده غلط اكبر غلط زين قربلي العربية هنا قدام المكتب عايز اجرد البضاعة براحتي تحت امرك يا سنت الكل تسلملي يا حاربي راجل يا واد من ظهر راجل واخدمك برقابتي يا معلمة جامد يا واد قوي انت ما بتخافش لا بخاف طبعا واعكوني فاكرة يا معلمة ان الرجال اللي انت الامام حواليك يدول وبيقولوا ان هما ياكلوا الزلط وما بيخافوش صدقين لان اللي يقول انه ما بيخافش يبقى اكتر واحد جبان واللي بيقول انه بيخاف يبقى عاد قلبه حديد راجل بجد عارفه ورايح في ايد وجاي منين بيخطط ويدبر مظموط وبعده ما هو المثل قال يا معلمة يعني ما نخاف سلق ولا انا بتكلم غلط للمغزة السجن غيرك يا واد يا حاربي خلاك تقول كلام كبير وزي اللي بجد تعلمت انك حيات كتيرة يا معلمة مش مهم انك بتتعلم المهم انك تنفذ اللي تعلمته وانا جاهز ومن ايدك دي ليدك دي اطلبي بيني اي حاجة وشوفيني هقدر انفذ ولا لا ماما تستعجلش عيارزقك ورق مش يمكن يجي يوم اجربك فيه ساعتها عمرك ما تندمي ولحد ما يجي اليوم ده انا تحت الامر وقت ماما ماما توقيت وقع على حاجة جمدة قوي يا ساتر عن نقل والنبي نشوة سيبيني لحصن وراية شغلي وهلكينا طب سيب اللي في ايديك ده وروح لي ستة الرئيزة كنات بتسأل عليك خير في حاجة ما تلاقيه ما عرفش لما تروح هتعرفي ماشي طب وطلب لنا بقى تنسكة فيه لحد ما رجع نسكة فيه؟ ماشي يا ستة بس وقت انت اعمل حسابي انا هطلب وانت هتحز اتفضل خير يا اماني فيه ايه؟ خير قالولي ان حضرتك سألتي على ايه؟ وانا حاس على عليك ليه؟ ما عرفش هم اللي قالولي كده عموما انا مش فكرة ومش فاضي ومعنديش وقت ضيع اتفضلي ولما افتكر حابقى بعثلك عن اذن اه اماني تعال افتكرت تحت امرك يا فاند انت اللي عملت الموضوع بتاعت التاريخ عزيفة اقسام الشرطة؟ ايو يا ربي يكون عاجبك ومش عاجبنا انا وبس ده عاجب كمان نعين بيه؟ نعين بيه؟ رئيس مجلس الادارة؟ هو اراه؟ اراه وقعجب بيه جدا وامر ان ينزل في اسرع وقت وطالب منك سنسلة مواضيع في نفس المشكلة بجب؟ انا هزر معك ولا ايه اماني؟ انا اصف تفضلي انتشكنا بعد ايه؟ تفضلي 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 تفضلي